موسيقى مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان مساء الخير وأهلا مع حضراتكم ولقاءنا بيتجدد مع حضراتكم من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي في كل مكان هنبدأ خارج الإطار الخاص بمجموعة الأخبار اللي هنبدأ بها هذه الحلقة فيه خبر بنضيعه على حضراتكم لسه بشكل ودي فيه اجتماعات بتجري الآن وحرص شديد جدا من فريق العمل وأسرة قناة الأهلي على التطوير وفيه اهتمام من المسؤولين ومجلس إدارة النادي والقيادات المسؤولة في إدارة القناة على الوصول لأفضل شكل ممكن في المحتوى وفي المضمون وفي كل الأمور وفي أيضا حصرية الخدمة المقدمة على شاشة قناة الأهلي وأن تنقل لحظة بلحظة لحضراتكم الأنشطة على مستوى كل شيء الإنشاءات والتطوير في الأفرع المختلفة ومقار النادي سواء في الجزيرة أو أي مقر آخر من مقار النادي الأهلي وعلى مستوى أيضا الرياضة وكواليس الرياضة داخل النادي الأهلي وفي المقام الأول كرة القدم وفي حرص على تطوير الشاشة المحتوى والصورة وكل شيء في الفترة القادمة وإن شاء الله تشهده نتائج وتكون مرضية لكل محبي النادي الأهلي الأعضاء والمسؤولين في النادي طبعا في المقام الأول وجمهير النادي الجمعية العمومية ومحبي النادي داخل وخارج مصر إن شاء الله يكون المستوى وعملية التطوير اللي هتجري في الفترة الجاية تكون على قدر التطلعات وتكون مرضية لكل محبي الرياضة والإعلام الرياضي في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام ومحبي ومتابعي قناة الأهلي بشكل خاص وطبعا هنرضي على حضراتكم الفترة الجاية كل ما يتعلق بالتطوير والمحتوى والتغييرات في خريطة البرامج أو أي إضافات جديدة على المنتج أخبار النادي طبعا العمل بيجري على قدم وساق على كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات في اهتمام من مجلس إدارة النادي وفي مقدمته طبعا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بكل الأنشطة وبكل المستويات والمرحل العمرية المختلفة والقطاعات المختلفة في النادي وعلى وجه التحديد قطاع الناشئين في النادي الأهلي لهذا السبب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بيعقد غدا اجتماع مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين لكرة القدم في فرع النادي في مدينة نصر ورسائل كثيرة جدا يرسلها الكابتن محمود الخطيب ويوجهها للحاضرين والمشاركين في هذا الاجتماع التأكيد على قيمة الناشئ في أي رياضة في كرة القدم المصرية على وجه التحديد وأهميتهم لمستقبل الاستثمار الرياضي وكرة القدم ومستقبل كمان اللعبة فنيا في النادي الأهلي واللي بينعكس طبعا بالإيجاب على مستوى المنتخبات الوطنية اللي دائما أبدا بيكون نصيب الأسد فيها للنادي الأهلي في كافة الفرق وفي كافة المراحل العمرية الجلسة بتأتي للتأكيد على أهمية هذه المرحلة المرحلة القادمة وتحقيق الأهداف اللي بيسعى الأهلي لإنجازها في القطاع وتنمية دور هذا القطاع والاعتماد عليه مستقبلا حتى الوصول بعناصره إلى الفريق الأول وأنها تكون مؤثرة على كافة المستويات وكافة المشاركات اللي بيأخذها النادي الأهلي أو البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي محليا ودوليا وبتشهد الجلسة أيضا التجديد على غرس روح الفنيلا الحمراء في النشأ وقيم النادي الأهلي ومبادئه والتأكيد على ضرورة إعلاء قيم ومبادئ النادي الأهلي وأيضا إعداد أجيال صاعدة بتكون بمثابة نواة جديدة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي بتتعلم في هذه المدرسة الكبيرة المصرية والعربية والأفريقية النادي الأهلي المصري هذه الكوادر الناشئة والصاعدة وأنها بالفعل تتحلى بهذه الصفات الجميلة المعروفة عن النادي الأهلي وكل المنتمين له على كافة المستويات الرغبة في الفوز وتحقيق الانتصارات دائما عدم الاستسلام مهما كان الموقف صعب في أي مرحلة من المراحل احترام الكبير البناء وتراكم الخبرات كل القيم الإدارة بطرق وأسس وأسلوب مؤسسة معروف أن النادي الأهلي لا يحيد عنه على الإطلاق في كل معاملاته المرتبطة بأي أطراف داخل أو خارج مصر واحترام المنافسين والتعامل مع الجميع في إطار اللوائح التي تضبط منظومة الرياضة وكرة القدم كل هذه المعايير بيتم وضعها أو غرسها في النشأ عشان يكملوا المسيرة بنفس المستوى ويكونوا على قدر التطلعات المحيطة بهم كجزء من هذا الكيان الكبير والناجح النادي الأهلي وبيسعى الكابتن الخطيب أيضا خلال الجلسة إلى التأكيد على أن أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي تبقى دائما في المقدمة وتأتي الحسابات الخاصة بها قبل البطولات مع الإشارة إلى أهمية تنفيذ الخطط المستقبلية وبرامج العمل اللي تم وضعها والاتفاق عليها وتحددها وتحديد أيضا سقف مالي وزمني لها في تمويلها وفي إعدادها وخطواتها التفصيلية والانتهاء منها وتقييم النتائج في كل مرحلة بعد مرحلة من المراحل المعلنة في هذا البرنامج أو في هذه الخطط المستقبلية واللي بينتهي العمل عليها وتنفيذها بالكامل وبالتالي نقدر نقايم التجربة ونشوف إيه الإيجابي اللي نقدر نبني عليه ونكرره وإيه السلبيات أو القصور اللي ممكن علاجه في الفترة القادمة أو التجارب التالية